لدينا لقاء الأسبوع القادم مع وزارة الصحة لمناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بإجراء الفحوصات وآليتها وتوقيتها يعني هل هو داخل أوقات الدوام خارج أوقات الدوام هل سيؤثر على سير عملية الدوام كل هذه سنناقشها وسنعلن عنها إن شاء الله تعالى ولكن يعني ما علمته أن الجميع عليه إحضار الفحص ولكن بالتأكيد إن كان لديهم سيرة مرضية ممكن يكون لهم يعني هذا أدرى من وزارة الصحة آلية معينة للتعامل طبعا كلنا يعلم أن المقصود بالفاقد التعليمي هو الفرق بين ما هو مخطط إكسابه للطلبة وبين ما تم إكسابه للطلبة فعلا من معارف ومهارات واتجاهات نتيجة بالوضع الطبيعي يكون هناك فاقدا تعليميا بسبب العطلة الصيفية أو بسبب الانقطاع عن العملية التعليمية لأي سبب كان ولكن في هذا العام كلنا يعلم أن عدد من الطلبة انقطع عن عملية التعليم حتى التعليم عن بعد لعدم امتلاك أدوات التعلم عن بعد وأيضا نتيجة التعلم عن بعد حدث هناك فاقدا تعليميا لبعض المهارات التي كانت تحتاج تطبيق وكان ما يقدم على المنصة يعني حالة دون تطبيق العملي لبعض المهارات لدى الطلبة فبالتالي حدث فاقدا تعليميا شكل فريق من قبل واضعي المناهج والمشرفين التربويين ومعلمين يعني أصحاب خبرة في وزارة التربية والتعليم لمراجعة المقررات الدراسية للسنوات السابقة وبناء مقرر جديد يحتوي أبرز المفاهيم والنتاجات الأساسية ووضعها في مقررات خاصة سيتم تدريسها اعتبارا من 15 أب طبعا برحلة تبادر سؤال لأذهان أولياء الأمور للطلبة للجميع يعني هل الفترة من 15 أب حتى 12 أيلول كافية لتعويض الفاقد التعليمي الذي حدث لدى جميع الطلبة وبالتأكيد سنقول هذا البرنامج وحده غير كافي لدى وزارة التربية والتعليم يعني خطة من ثلاثة مراحل المرحلة الأولى هي قصيرة المدى والتي سيبدأ تنفيذها يوم 15 أب إن شاء الله تعالى وتستمر حتى يوم 12 أيلول سيتم تنفيذ الملازم التي أقرت لهذا الأمر بعد ذلك هناك الخطة متوسطة المدى وهي التي سيقوم معلمو المباحث بتخصيص حستين أسبوعية على الجدول يعني لهذا العام وتستمر للعام القادم إن شاء الله تعالى يعني هذه الجدول الدراسي اللي هم رح يكون موجود عندهم متوفر أسبوعيا في حستين رح تكون للرياضيات نعم للرياضيات واللغة العربية لأنه جميع الدراسات العالمية التي أجريت يعني أثبتت أن الفاقد التعليمي كان أكثر في مباحث اللغة وفي الرياضيات والعلوم الأخرى ما هي تعتمد إما الرياضيات أو اللغة العربية لذا سيكون التركيز على المبحثين أثناء العام الدراسي ومع استمرار المعلمين أثناء الحصص العادية بأعطاء أنشطة علاجية وأنشطة إثرائية لبعض الطلبة أثناء الحصص الدراسية أما الخطة الاستراتيجية نسميها طويلة المدى وهي التقع ضمن الاستراتيجية الوطنية لمعالجة فقر التعلم فهي على المدى الأطول من سينفذ هذا البرنامج بالتأكيد؟ المدى الأطول خلينا بس نتحدث عن الخطة الثالثة أو المرحلة الثالثة من هذه الخطة شو رح يتم فيها بالضبط؟ يعني حكيتيننا أنت كيف بالرحلة الأولى رح يتم والمرحلة الثانية؟ المرحلة الثالثة كيف رح يتم؟ هي استراتيجية وطنية يعني على مستوى أعلى أيضا من وزارة التربية والتعليم لمعالجة فقر التعلم في الأردن فهي ستشمل مجموعة من الأنشطة التي ستنفذ على المدى البعيد للارتقاء بمستوى أداء الطلبة إيش ممكن تكون الأنشطة؟ يعني رح يكون التركيز زي ما تحدثنا على المباحث الأساسية الأربعة العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية واللغة العربية وهي أصلا التي تتناولها معظم الدراسات العالمية مثل الدراسات البيزا والتمس والتي تركز على القرائية والحساب هناك أنشطة لتدريب المعلمين لكيفية التعامل مع الطلبة كيفية إدارة الغرفة الصفية وتقسيم الطلبة إلى مستويات وإكسابهم هذه المهارات الأساسية وعكس ذلك في المناهج الدراسية نعم يعني التدريب المعلمين اللي تم ذكره رح يتعلق بأنهم كيف يكونوا قادرين على أنهم يقيموا الطلاب بعيدا عن يعني إحنا نعرف أن المعلمين هم المفروض أنهم قادرين على أنهم يقيموا الطلاب هل رح يكون فيه امتحانات رح تكون عم بتقيم الطلاب بناء على هذا الموضوع؟ هلأ نتحدث عن الملاحظة الأولى التي حكيتها وهي بالنسبة للمعلمين المعلمين تدريبهم سيكون على أكثر من جزء الجزء الأول هو إطلاعهم على محتوى المقررات الدراسية التي ستنفذ في منتصف آب وأيضا ما الأساليب والاستراتيجيات التي سيستخدم المعلم لتنفيذ هذا المحتوى أيضا معلمين نعم قادرين على إجراء الاختبارات التشخيصية والاختبارات التحصيلية ولكن هناك عدد 3000 معلم جديد سيلتحق للعملية التعليمية إضافة إلى عدد من معلمين التعليم الإضافي الذين سيتم تعينهم لتغطية شواغر النقص بحاجة أيضا إلى التدريب فالبرنامج سيشمل كل هذه الفئة من المعلمين نعم طيب دكتورة خلينا ننتقل لأمر الدفاع 32 الأشخاص أو المعلمين اللي ما طلقوا المطعوم كيف رح يتم التعامل معهم؟ كما تعلمين أن أمر الدفاع 32 يتطلب إعداد كشفات بأسماء الذين تلقوا المطعوم والذين لم يتلقوا المطعوم عليهم إحضار فحص البي سي آر كل يوم أحد ويوم خميس وهذا الفحص سيكون مجانا في مراكز وزارة الصحافة على الذي لم يتلقى المطعوم إحضار شهادة أو تقرير الفحص بأنه غير مصاب كل يوم أحد وخميس طيب دكتورة أدي عدد أو نسبة المعلمين اللي ما طلقوا المطعوم؟ يعني تقريبا حوالي من 17 إلى 20% نعم طيب هلأ رح يتم التعامل معهم؟ طيب في أشخاص معلمين رح يكونوا غير قادرين على أنهم يأخذوا المطعيم لأسباب صحية وبالنسبة لهم غير مبرر هم حابين يأخذوا المطعوم ولكن لأسباب صحية هم غير قادرين على أنهم يأخذوا شو كيف رح يتم التعامل معهم؟ خاصة أنه يعني هم بالنسبة لهم غير مبرر أنه أنا بالأسبوع رح أحمل فحصين بي سي آر بالنسبة لهم هذا الموضوع غير منطقي وبالعكس رح يزيد من اختلاطهم مع أشخاص تانين شاكين بإصابتهم يعني ديروح ياما الPCR مانعته هو شاكك بإصابته في الفيروس وهذا الإشيء ممكن يكون عرضة لإلهم بشكل أكبر لأنهم ينصابوا في الفيروس فكيف رح يتم التعامل معهم تحديداً هدو الأشخاص يعني بالتأكيد لدينا لقاء الأسبوع القادم مع وزارة الصحة لمناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بإجراء الفحوصات وآليتها وتوقيتها يعني هل هو داخل أوقات الدوام خارج أوقات الدوام هل سيؤثر على سير عملية الدوام كل هذه سنناقشها وسنعلن عنها إن شاء الله تعالى ولكن يعني ما علمته أن الجميع عليه إحضار الفحص ولكن بالتأكيد إن كان لديهم سيرة مرضية ممكن يكون لهم يعني هذا أدرى منه وزارة الصحة آلية معينة للتعامل وأيضاً أود أن أشير إلى أن هناك فحوصات تسمى الربط تست هذه فحوصات سريعة ستجرى لعينة عشوائية من الطلبة بشكل دوري والأسبوع القادم يوم الاثنين اثنين ثمانية سيتم تدريب مسؤولي الصحة المدرسية في 42 مديرية في وزارة الصحة على كيفية إجراء هذا الفحص السريع وهم بدورهم سيقومون بتدريب مسؤولي الصحة في أربع تلاف مدرسة لتابع لوزارة الصحة على أفواً لوزارة التربية كيفية إجراء هذا الفحص السريع للطلبة يعني هذا الفحص سيكون داخل المدارس نعم طلبهم ليس محتاجين أنهم يروحوا للمراكز الصحية أو محرضاً أي مراكز لإقامة هذا الفحوصات نعم هو فحص سريع ويستطيع إجراءه من قبل مسؤولي الصحة مع تدريب سيخضعون له من قبل وزارة الصحة إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم طيب دكتورة شو بالنسبة للإجازات وخصم من الإجازات وممكن توصل حتى لأنهم يخصم من رواتبهم للأشخاص اللي بيكونوا متغيبين مجبورين بسبب اللقاح كيف رح يتم التعامل معهم؟ طبعاً نحن في عنا وظائف إدارية وفي وظائف تعليمية الوظائف الإدارية لديه رصيد من الإجازات السنوية بداية يتم الخصم من الإجازات السنوية وفي حال أنه استنفذ إجازاته السنوية يتم معالجتها بالخصم لكن نتمنى أن لا نصل إلى هذه المرحلة أنت تعلمين أن كل هذه الإجراءات التي تقوم بها الحكومة ليست للضرر بالمواطن ولكن هي لمصلحة عامة ومحاولة الحكومة الجادة بفتح جميع القطاعات وأن تكون عودة المدارس هي عودة آمنة تضمن سلامة الجميع سواء كانوا معلمين إداريين أبنائنا الطلبة فنحن معنيين بسلامة الجميع نعم طيب دكتور إحنا عم نشوف يعني للأسف في ارتفاع في أعداد الإصابات بفيروس كورونا خاصة باليومين الماضين يعني مبارح شفنا في ارتفاع كبير بعدد الإصابات طيب شو هي خيارات وزارة التربية والتعليم فيما لو لا صمح الله لا قدر الله ارتفعت الإصابات بشكل أكبر خلال مع بداية العام الدراسي هل في سيناريوهات موضوعة عند وزارة التربية والتعليم رح يتم التعامل فيها؟ بداية نسأل الله تعالى أنه يعني تخف هذه الحالات لأنه احنا نعلم أنها كل هاي انعكاسات لعطلة العيد والفعاليات اللي تمت يعني بهذه الفترة فإن شاء الله تعالى أنه يرجع يستقر الوضع الوبائي ولكن يعني في دليل العودة الذي أعدته وزارة التربية بالتعاون مع وزارة الصحة المصاب فقط هو من يتم التحول إلى التعليم عن بعد مدة 14 يوم ولن يكون هناك إغلاق للمدارس إن يعني ظهر فيها يعني حالة أو حالتين كما كان في السنوات السابقة فالخيار الحاضر الآن هو التعليم الوجاهي يعني مبدئيا المدارس رح تبلش رح يكون التعليم وجاهي في حال ظهر في أحد المدارس حالة حالتين مش رح يتم إيقاف التعليم الوجاهي رح يضلوا وجاهي طب أدي في حالات ممكن تصير حتى أنه التعليم ينتقل من وجاهي للتعليم من خلال الإنترنت يعني أعتقد أنه من المبكر الحديث عن هذا الأمر لأنه يعني الحكومة تدفع باتجاه فتح القطاعات جميعها يعني وغير وارد الآن في سيناريوهات الوزارة أنه التحول بشكل كامل إلى التعليم عن بعد فالخيارنا الآن الوحيد هو التعليم الوجاهي طيب دكتور يعني أحد الأطباء بيقول بأنه الموجة الأولى بدأت مع بداية العام الدراسي يعني الفصل الدراسي الأول الموجة الثانية أيضا بدأت مع بداية الفصل الثاني من العام الدراسي نعم شو بالنسبة للعام الدراسي المقبل اللي بده يبلش؟ هل بالفعل إحنا بانتظار موجة ثالثة رح تبدأ مع بداية المدارس؟ يعني أنا مش مختصة بالصحة ولكن يعني نحلل يعني كمختصين مثلا في القياس والتقويم أو مراقبين في الشأن العام الجديد في هذا العام أنه في السنوات أو في الفصول السابقة كما تعلمين لم يكن اللقاح متاح للجميع وفي حين أن هذا الفصل الدراسي مختلف تماما حينما نتحدث عن نسبة 80% من العاملين في قطاع التعليم قد تلقوا المطعوم فهذا مؤشر إيجابي إن شاء الله تعالى لبيئة آمنة مبشرة بالخير إن شاء الله إذن كانت معنا الدكتورة نجوة قبلات شكرا لوجودك معنا أمين عام وزارة التربية والتعليم لشؤون الإدارية والمالية وحديثنا عن الفاقد التعليمي شكرا لوجودك معنا دكتورة